ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد براشد المكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي صباح اليوم اجتماع المجلس الذي عقد في مقره بأبراج الإمارات لمناقشة المشاريع والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال حضر الاجتماع سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس والمديرون الأعضاء في المجلس استكمالا لاجتماعات المجلس التنفيذي المستمرة وتحقيقا لرؤية ونهج صاحب السمو الشيخ محمد براشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعو الله ناقش الأعضاء عددا من المواضيع التي تسهم في رفع مؤشرات الأداء المختلفة للجهات الحكومية في دبي وذلك بهدف تعزيز مستويات التنفسية العالمية للإمارة واستعرض أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي آخر المستجدات المتعلقة بالسياسة الضمان الصحي في الإمارة كما طلع أعضاء المجلس على برنامج إدارة المعرفة المتكاملة ومقترح تطبيقها على جميع الدوائر الحكومية في إمارة دبي وقدمت لجنة الأمن والعدل السياسة حقوق الإنسان المكونة من ستة محاور تناقش في مجملها صون وحماية حقوق الإنسان في المجالات الحياتية